بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معي ايفون 12 العادي الجهاز الشاشة بلاك سكرين ما في الشاشة اي اضاءة ولا اي بيانات ولا اي حاجة فنجرب مرة ثانية طبعا انا جربت في البداية وشفت انه الشاشة سوداء فقلنا نصور على هالعطل هذا طريقة اصلاحه طبعا انا مركب شاشة جديدة الان اشغل اشتركوا في القناة تمام اشوف الجهاز اشتغل معي لكن الشاشة سوداء ولا في اضاءة ولا في بيانات ولا في اي حاجة على الجهاز ظاهره تمام حبصه للباور الخطوة البداية يعني الخطوة الاساسية اللي لازم نعملها الان ننفحص ممانعات على كونكتر الشاشة لحتى نتأكد من سلامة الكنكتر سليم والممانعات سليمة وامورها كلها تمام تماما نحط الجهاز ونروح على كونكتر الشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فنشوف جميع الممانعات سليمة ما في عليها ولا اي خلاف ولا اي فارق في قياس الممانعات عندي هذا المسارين من المفترض يعطيني فولت عندما نركب الشاشة يعني اذا ركبنا الشاشة وشغلنا الجهاز من المفترض انا اخد قيمة الفولت المكتوبة عندي في المخطط من اسفل تمام هذا المسار لازم يكون في عليه قيمة الفولت افحص اشوف البولت صفر اشغل الجهاز اشتغل الجهاز اشتغل الآن لازم افحص لازم يعطيني قيمة بولت انا اشوف البولت قيمته صفر اشتغل الجهاز اشتغل الجهاز وفتح لكن ما زال قيمة البولت صفر اشتغل الجهاز وفتح لكن ما زال قيمة البولت صفر اشوف المسار متصل فين انا هعمل نيكست 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 في هذا الاتجاه بس بس وفي الاتجاه الثاني ما اتصل عندي على يو تسع آلاف ومية في الايفون اطناعش يو تسع آلاف ومية فانا اروح افتح برنامج الدي سي واشوف اي سي ليو تسع آلاف ومية هو اي سي ايش اه طريقة البحث كمان على الاي سي حتى نعرف هذا اي سي ايش تمام حكتب يو تسع آلاف ومية ايفون اطناعش انزل اختار الايفون اطناعش واشوف يعطيني انه هو هذا اي سي الال سي دي اذا هذا اي سي الال سي دي يعني اي سي خص الشاشة اه هرجع على الجي سي وافتح الايفون اطناعش تمام وافتح الريل من على اليسار هيعطيني اسماعي الاي سي هات واشوف ان الاي سي مكتوب عليه دي سبلي اي سي فاذا هذا الاي سي هو مسؤول عنه الشاشة مثل ما شفنا الممانعات جميعها سليمة فلازم نفصل البوردتين والبوردتين في الاساس في عليها شغل سابق والصاجة اللي راكب على اي سي الباور ما هي موجودة في غرم فيه بلاكس على الاطراف ففي اه اثار عمل سابق على الجهاز طبعا حنحتاج نفصل البوردتين وطبعا نفصل البوردتين عن طريق الاي للدبليو ال بما انه هو مفصول سابقا فموضوع فصل البوردتين حيكون اسهل ما يحتاج حرارة وما يحتاج شغل كثير مثل ما يكون اذا كان اه اه ما نفق سابقا فالموضوع حيكون اسهل نوعا ما شكرا 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 تمام ابدأ بعملية الرفع مثل ما ذكرت البورد في عليها شغل سابق خلاص هيرفعنا البوردتين هنشيل البورد من البريهيتر شغلنا حيكون على البورد العلوي فقط هنجرب نركب شاشة ونشغل الجهاز لكن غالبا ما لها ما في ارتباط ما بين البورد العلوي والبورد السفلي في موضوع تشغيل الشاشة وإظهار البيانات لانه اي سي الاضاءة والبيانات موجودة على البورد العلوي لكن ممكن على التسخين يكون فيه قصدير يكون فيه شيء يرجع يشتغل الجهاز نجرب نجرب ثم ما في شيء على الشاشة لا يوجد اي شيء على الشاشة والجهاز فتح والشاشة سوداء تماما نروح على الاي سي نتوجه على الاي سي هذا الاي سي اللي حننشتغل عليه احنا هذا الاي سي اللي هو تبع ديسبلي اللي لازم يعطيني اضاءة وبيانات على الشاشة طبعا فيه اثار من المادة الحماية تبع تبريد المعالج وفيه اثار بلاكس وفيه شغل كثير احنا نحاول قدر الامكان انه نمسحه عشان يكون شغلنا نظيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم ابدأ اسخن وارفع الاي سي راح حاول اني انا ارفع الاي سي واركب اي سي ثاني بدون ما اشاب لين بدون ما انظف الاي سي حاول ارفعها بشكل عمودي اشتركوا في القناة طبعا نتحرك معي مكثف كبير بامكاني على الحرارة ارجع في مكانه والمكثف اللي تحته في نفس المسار حتى لو تلامسه في بعض ما يأثر تمام حاجة على عملية التنظيف هنظف اسفل الاي سي وطبعا ان المفترض نفحص احنا اسفل الاي سي عشان نتأكد ان الممالعات جميعها سليمة ما في اي قطع ولا في اي شورت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميع الممانعات سليمة رح اجي على رفع الاي سي طبعا الحرف على الاي سي في نفس الطريقة اللي رفعت فيها ان الاي سي الاساسي اللي على الجهاز لكن اه شكل الاي سي يختلف ما بين الاي سي اللي كان راكب والاي سي اللي حرف عليه اثنينها ببردة ايفون 12 اه طبعا نسيت اكبر الشاشة شوي لكن ما علينا بس فقط اني انا حرف على الاي سي حمسك الاي سي يعني حمسك الاي سي وارفع البورد للاعلى واسخن عليه يطلع الاي سي من مكانه تمام بهالشكل في عليه فلقة البورد بس اسخن انا ويطب البورد ويفضل الاي سي في التويزر ماسك تمام بهالشكل هذا الان اروح على البورد الثاني حط شوية بلاكس تمام حط شوية بلاكس وامسك الاي سي في الحرارة العالية والهواء العالي بس انه يمسك الاي سي في الارجل مضبوط كمبدئي بس يعني مسكة بسيطة تمام حط شوية بس تمام حط شوية بس انه مسك خلاص ارفع الهواء اصبر شوي خلاص مسك الاي سي في مكانه الان موضوع تثبيت بس يعني اذا سخنت في الهوت اير مو في التويزر في سكين ينهدعش من المفترض اذا اهز حيتهز معي او حينزل الاي سي في مكانه صاح نشوف تمام نزل الاي سي في مكانه اهز تمام 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 سنجرب الآن بوم ما في شي في الشاشة ما ظهر ما يشي في الشاشة فهل هو من الاي سي ما هو نازل هل هو في مشكلة ثانية في الجهاز هل في مشكلة في الكنكترات في اشارات فحنكمل مع بعض وذين ما نشغل الشاشة تمام وممكن الشاشة اللي انا جايبها الشاشة الجديدة فيها هو مشكلة او يكون الكنكتر ما هو راكب صح فحرجع اركبها بحيث اني اسمع صوت التك اثناء التركيب اعرف انه تركب مزبوط شغل ومرة ثانية ما في شي في الشاشة شاشة مطفة نشيل الشاشة اللي راكبه عندي شاشة تمام واثناش رح اتجربها شغل الجهاز باور تمام في شي في الشاشة يعني ظهرت بيانات لكن الشاشة فيها الوان فنرجع نطفي ونجيب شاشة الزبون الاصلية نفسها كده انا عندي ثلاث شاشات جربتها شاشة بنا شاشة بامن tratك بس حما كده انا خستمرنا كده انا خستمرن شغل برضو ما في اي حاجة في الشاشة حاجة اخيرة راح اجرب اعمالها الان الجهاز فتح لكن الشاشة سودة حاجة اخيرة الان راح اجرب اعمالها ليش الشاشة هي تجيب الوان وباقي الشاشات لونها السود وبعدين تختفي يعني ما تفضل البيانات موجودة تختفي يمكن تختفي لانه الفيس ايدي ما هو راكب هذا شي طبيعي ما هو راكب في مكانه فانا احاول فقط اني انا اهز ما هو راكب اعمالها نعم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا في عندي مسارين اللي شفناها في البداية واحد يمكن 7 فولت واحد اتوقع 5 او 6 فولت من المفترض اذا الشاشة راكبة واشغل الجهاز لازم احصل على قيم الفولتات موجودة على التست بوينت اللي موجود عند الكنكتر تمام هاي قيمة فولت اولى وفي عندي انا قيمة فولت ثانية اشتركوا في القناة تمام هاي القيمة الاولى وهذا القيمة الثانية اثنين ها تست بوينت موجود اعلى كونكتر الشاشة تحمل قيمة فولت واحد خمسة يمكن واحد سبعة فمن المفترض انها تكون عليها فولت اثناء تشغيل الجهاز تمام هذا هو راح اشغل الجهاز انا الان وافحص الفولت طبعا من المفترض ان انا افحص في البروب الاحمر عشان ااخد قيمة موجبة ما ااخد قيمة سالبة لكن ما يهم المهم القراءة تظهر عندي ايوه اشغل الجهاز اروح افحص الفولت مثل ما ذكرت لازم افحص انا في الاحمر هشوف الاول التست بوينت موجود عندي اربعة فاصلة خمسة والثاني موجود عندي سبعة فولت فلازم يكون فيه شي في الشاشة بوم ورجعت البيانات على الشاشة وفتح معي الجهاز ولله الحمد طبعا ايفون 12 كان فيه مشكلة في الاضاءة طبعا الشاشة ترجع تطفي لانه ما هو راكب الفيس اي دي يعني لو ركبنا شاشة الزبون الاصلية مع الفيس اي دي هنشوف الجهاز ما تبصل معي انا الشاشة هذا الفيس اي دي ركب اللمس يفضل موضوع شبلنت البوردتين هذا امره سهل مثل ومثل اي فيديو ثاني في موضوع الشبلنة لكن المهم ان البيانات رجعت انا عندي في الشاشة بعد ما بحثنا عن العطل ما بعض وشاشة الزبون شغالة ما فيها مشكلة سوف يفتح معي الجهاز اه الشاشة اللي كانت تجيب الالوان كمان هتأكد منها اشوف ليش تجيب الالوان في البداية الفيديو او اثناء الاصلاح اذا جابت نفس الالوان فانا حرميها في الزبالة ما نحتاجها تمام حشغل ونفس الالوان اجابت لي فالمشكلة في الشاشة نفسها والحمد لله صلحنا الجهاز ايفون 12 كان في مشكلة في الشاشة التحياتي للجميع انا اخوكم مسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة